محبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رفع السماء بلا عمد ومهد الأرض وجعل الجبال لها وتد وأرسل إلينا خير نبي بخير كتاب ومن علينا وأفاض علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرية للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم عن كف الأذى نتكلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله يذكر أن امرأة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال النبي هي في النار قال يا رسول الله وإن فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها وتتصدق بالأثوار من الأقطي يعني من اللبن المجفف ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة رواه أحمد وفي صحيح الترغيب والترهيب تخيل أخي الحبيب إذن الأزمة أزمة أخلاق لما لأنه ربما صليت كثيرا زكيت كثيرا تصدقت كثيرا أنفقت من الخير كله في شتى المجالات إلا أن الأخلاق مع الناس سيئة السلوك بذيء ماذا تجد يوم القيامة تعالى بعدما تصلي على رسول الله عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس النبي يتحدث ويتحاور مع أصحابه الكرام الأطهار الأدقياء الأنقياء أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام يا الله يا الله تخيل صلى الله وزكاة وصيام ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ من حسناته وتوضى على حسناتهم فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وترحت على خطاياه وترح بها في النار رواه مسلم اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين الدين المعاملة الدين المعاملة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما مدحه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم أخلاقك مع الناس هي عنوانك أخي الحبيب صلاتك لنفسك صيامك لنفسك حجك وعمرتك لنفسك أما الأخلاق قال عنها النبي والدين المعاملة وقال عنها الرب العلي وقولوا للناس حسنا هل هناك في الإسلام أعظم من الجهاد سماه رسول الله ذروة سنام الإسلام الجهاد لا يقوم به إلا أفضل الناس أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن أنس قال كن في غزوة سماها معاذ ولم يذكرها الراوي كن في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الجيش عدده كثير فأخذ الناس مواضع الراحة مواضع راحتهم ونصبوا خيامهم على الطريق فسد الطريق والناس لا يستطيعون السير فأرسل النبي رجلا من أصحابه يقول ألا من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا لا جهاد له الله أكبر أنت يا من ركنت السيارة في الطريق العام أمام الناس لا ثواب لك عند الله أنت يا من كنت تبني بيتا أو تشيد فلة ووضعت الأثاث الذي تبني به بعد من تهيت من بناء البيت ومن تشطيب الفلة وضعت هذا أمام الناس في طريقهم وضيقت على الناس طريقهم لا ثواب لك عند الله النبي قال للصحابة ألا من ضيق منزلا أو قطع طريقا أنت يا من أصلحت السباكة البيت أو الماء الذي يشرب وحفرت في الطريق العام ولا يستطيع الناس أن يمروا من هذا الطريق لا ثواب لك عند الله معنى التصال إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم مرحبا ياسوس إبراهيم الله يخلي عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا حبيب بقول لحبتك عام الشيخ احنا خمس إخوات تمام ماشي فوالد دي قبل ما يموت كتب البيت باسم أربعة شاب واحد يا حاج إبراهيم بتتكلم عن والدك أيوة تمام يا حبيب بقول لك احنا خمس إخوات تمام والدي الله يرحمه ساعر الممات وزئنا نكتب البيت باسم أربعة والأخ الخامس قال لك حالته متيسرة تمام فالأخ الخامس دلوقتي حاليا بيطلب بحقه هل ندوله حق حاضر يا حبيبي أي سؤال تاني يا سبراهيم لا والله بس أنا أعزك تقولني بالزبط عبالي عبالشيخ والله اسمح ستيد الخير إن شاء الله حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حرم آرثا من إرثه حرم من نصيبه في الجنة أقول لك يا حاج إبراهيم أنت وإخوتك عليكم بالمسارعة بإعطاء هذا الأخ حقه في ميراث أبيه لماذا لأنه أصبح مظلوما بينكم وربما دعا على أبيه وهذا دين في رقبة في رقبة هذا الوالد الذي توفي وهو ربما وقف على باب الجنة بسبب هذا الدين لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يقف على باب الجنة حتى يسد دينه يا الله إذا سد الدين دخل المؤمن إلى الجنة فسارع أنت وإخوتك بإعطاء أخيكم هذا حتى ولو كانت حالته ميسرة إرثه من أبيه طيب نفرد أنه قال لا أريد تنازل عن حقه بإرادة فيه فهذا لا عيب فيه ولا حرج فسارعوا أخي الحبيب طيب معنا لست أحمد من البحيرة السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليك الصحة والفضل أمين يا رب ولك مثل والسادة المشاهدين الله يخليك ربنا يكرمك يا شيخنا والله حالك نشكرك بس على العلم الأول وربنا يجيدك خير شكرا يا حبيبي شكرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أحد وإذا بشاب في ريعان شبابه نال الشهادة فجاءت امرأة من بعيد وهي تقول يا بني يا بني تخيل هذا الموقف أم رأت ولدها وقد نال الشهادة الدماء على وجهه فمسحت له الدماء الرمال على بدنه فمسحت له هذا التراب وإذا بها تجد أمرا عجبا أخي الحبيب تجد أن ولدها ربط على بطنه حجرا أو حجرين أنت متخيل أي أن هذا الشاب خرج إلى الجهاد وهو جائع فإذا بها ترفع يديها إلى السماء وتقول يا بني هنيئا لك الجنة يا بني هنيئا لك الجنة فقال لها رسول الله وما يدريكي لعله تكلم فيما لا يعنيه وترك ما لا يغنيه يا الله انظر أذي قليل جدا عندما تجد رجلين أو تجدين امرأتين يتحدث الرجلان في أمر لا علاقة لك بهذا الأمر أنت تتدخل فيما لا يعنيك تتكلم عن عرض هذا تتكلم عن هذه المرأة تتكلم عن هذا الشاب تتكلم عن هذا الرجل في غيبته هذا الكلام فيما لا يعنيه إذا تكلمت بهذا ضاع ثوابك وضاع أجرك فاتق الله وتعلم رسول الله يقول لهذه المرأة وما يدريكي لعله تكلم فيما لا يعنيه وترك ما لا يغنيه يعني لم يخرج من الصدقات ولم يخرج من الزكوات لم يطعم المسكين ولم يطعم الأرامل ولم يطعم الجوعة من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إياك و طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله مرحب بالأستاذ خيري عليكم السلام فضل يا أستاذ خيري ولم يدعنا الله يخليه ربنا يبارك لنا بحضرتك ويبارك في عمرك يا حبيبي يا رب احنا خمسة أخوات يا عبد الشيخ وعندنا والدي متوفي وأنا متربي وأنا طفل صغير والولد اتوفت يمطالب بحدي عند عيل أنا ما عملت لوس الشجة أخواتي كلك باني شجر لنفسهم فأنا بنطلب منهم حدي اللي في الأرض أخويا اللي معاه الأرض يقول لك لما نجوز أيها لي تمام وأنا مجوز بنتين ما ساعدونيش بإثنان فيه علاقة بين الحج إبراهيم بتاع كفر الشيخ وحضرتك يا حج خيري لا والله يا مولانا حبيل اتصالك حبيل اتصالك له أربعة من الإخوة وهو الخامس ويشتكي أن أخاه الأكبر الذي يملك التركة يقول لا حتى أزوج أولادي بالله عليك هل تضمن عمرك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنهم عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه المال مال الميراث ومال الإرث ومال التركة الذي تأكل منه مال حرام إيه ورب حرام لأن الله الذي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنت تسببت في أن القبر ربما اشتعل على أبيك وهو ميت في قبري لما لأنك حرمت الميراث وحرمت التركة وحرمت الحقوق من أهلها وأصبحت ظالما وإياك ودعوت هذا الأخ عليك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي يا أخي الحبيب سيأتي يوم تتمنى أن تفدي نفسك بالمال وتفدي نفسك بالأرض والطين وتفدي نفسك بالعقارات ولن تستطيع إيه وربي لن تستطيع لأنه عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الحقوق عبارة عن حسنات وسيئات يؤخذ من حسناتك ويؤخذ من سيئاتهم وتطرح على سيئاتك ثم تطرح بها في النار فاتق الله ورد الحقوق إلى أهلها طيب معنا الأستاذة سارة من الغربية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إزاي حضرتك يا شيخ ربنا يسترك تفضلي لو صرحت يا شيخ أنا كنت أعمل عملية في صباح عملية أعملية طيب اتحركي في مكان في شبكة بعد ذلك كده يا سارة بقول لحضرتك أنا كنت أعمل عملية في جديد تمام يا فاندر فلما رحت بالضاقات ركسير قررته أن هي كيزه تمام ودلوقتي حضرتك لما أنا عملتي العملية وعملية التحليل لقيت أنه هو حاجة ربنا خلقني به تمام بس أنا عايزة أتحرك حضرتك يا واني لحد حالا ما خلستش تمام نجاوزة بقالي في نتائه أجريت بعض التحليل الطبية والتحليل أثباتت أنه ما فيش أي منع يعني لا ما فيش أي حاجة ما فيش أي حاجة ما فيش أي حاجة ما فيش أي حاجة بس أنا متأكد شيخ تاني برده لو الإيمان بتاعي جعل بقول لك مني شلت حاجة من جسم لا 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 حاضر أجيبك إن شاء الله أجيبك إن شاء الله شكرا يا فاندر شكرا يعني بنتنا سارة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك الذرية الصالحة أنت وكل من يريد من المسلمين قول آمين يا رب العالمين عليك بالاستغفار وعليك بكثرة الصلاة على النبي وعليك بكثرة السجود وعليك بالصدقات هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدونك ذريتا طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين كان في المحراب كان يسجد كان يبتهل كان يستغفر كان يكبر كان يهلل كان يحمد فيا بنتي عليك بكثرة الاستغفار وعليك بالدعاء وكان الإمام الحسن البصري يجلس بين تلاميذه فجاء رجل فقال له إني عقيم لا أنجب فقال استغفر الله جاءه آخر فقال أنا لا أجد المال وجاءه آخر فقال الأرض لا تنبث والسماء لا تنطر قال استغفر الله أشتكي كثرة الزنوب استغفر الله فقال له تلاميذه أما من إجابة غير هذه قال ألم يقل ربنا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فأكثر من الاستغفار يا بنيتي معنا لسه محمد من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله إزايك يا أمم محمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة يا شيف فضال يا أمم محمد لو سمحت يا شيف أنا كنت عاملة عملية قبل رمضان بيوم والدكتور قال لي افترين حد نصف رمضان بعدين أنا يعني مليت نفسي تحسنت شوية فصمت بقى يعني افترت مثلاً تسعة أيام وبعد كده ايه فصمت الباقي تمام وعند كده العذر الشهري جاء في آخر رمضان فأنا كملت يعني استيرت بقى خلاص تمام فكده دلوقتي أنا عايز أعرف أنا يعني الكفارة بتاعة عليك كم يوم يا محمد عليك كم يوم الأيام اللي كان فيها المرض إجراء العملية والعذر الشهري يعني حوالي خمستاشر يوم مثلاً آه تمام تمام يا فندم وانت عايزة تقضيهم الآن لا أنا مش كده يعني كده كده عندي الكبد وممنوع عن السيوم يعني دلوقتي عايزة أطلع فلس أجد ايه كده يعني أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني أم محمد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم شكراً يا فندم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلبسك تاج الصحة والعافية أنت ومرضى المسلمين أجمعين الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام مسكين طيب أطلع جديه عن اليوم يا عم الشيخ من أوسط ما تطعمون أهليكم هناك رجل يفطر مثلاً الفطور بتاعه يكلف عشر جنيهات وهناك آخر يكلف عشرون جنيه وهناك الثالث يكلف خمسون جنيه على قدر الاستطاعة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها إبا أنت ممكن تضربي في عشرة ممكن تضربي في عشرين ممكن تضربي في خمسين على حسب الاستطاعة وأسأل الله العظيم أن يتقبل منك إنه ولي ذلك والقادر عليه أخي الحبيب إياك وأذية المسلمين الحبيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس الله أكبر لو هناك ثلاثة يمشون في طريق في سفر وتناجى رجلان دون الثالث نهى النبي عن هذا لما أخي الحبيب من أجل أنه يحزنه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليك هل هناك أذى أقل من هذا لأن الشيطان يوسوس له هم يتحدثان عليك هما يتحدثان عليك يتكلمان عليك يعيبان فيك فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب أمام الشيطان إني ابتليت بأربع ما سلت علي إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي الحبيب المصطفى سلت عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله يمر على قبر ومعه الصحب الكرام فإذا برسول الله اصفر وجهه ارتعدت فرائسه فقال له الصحابة ما بك يا رسول الله قال إن صاحب هذا القبر يعذب اللهم لتجعلنا منهم يا رب ولا السامعين يا رب ولا المسلمين أجمعين يا رب العالمين قالوا فيما يعذب يا رسول الله كان يؤذي الناس كان يؤذي الناس فإياك أن تؤذي الناس بلسانك أو بيدك إياك أن تؤذي الناس بمنصبك إياك أن تؤذي الناس بغناك إياك أن تؤذي الناس بقوتك يا أخي الحبيب النبي فيما يروي الصحب الكرام يمر على قبر آخر فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه ثم أضار وجهه فقال له الصحابة ما بك يا رسول الله قال صاحب هذا القبر أمر الله أن يضرب مئة جلدة فإذا به يدعو ويستغيث يعني صاحب القبر يدعو الله ويستغيث برحمة الله فهون الله عليه فضرب ضربة واحدة فملأت قبره نارا لا حول ولا قوة إلا بالله ضربة واحدة جعلت القبر التأم بالنار واشتعل بالنار فقال الصحابة ماذا صنع يا رسول الله ما الذي عمل يا رسول الله ما الذنب الذي اقترفه يا رسول الله قال مر على مظلوم ولم ينصر يا الله هذا الرجل مر على رجل مظلوم ولم ينصر هذا المظلوم مع قدرته على نصره فما بالك وما بالك أيها المشاهد الكريم بالظالم الذي يؤذي المسلمين ويؤذي المستضعفين ويؤذي المحتاجين ويؤذي المرضى من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب فاصل ونواصل إن شاء الله بفضل الله عدنا ومعنا اتصال إن شاء الله أم ياسمين من السعودية السلام عليكم ورحمة الله الله يسترك يا أم ياسمين إن شاء الله أسأل الله أن يرزقك الزرية الصالحة يا أم ياسمين أنت ومن يريد من المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين وإن شاء الله عليك بالاستغفار وبكثرة الصلاة على النبي يا أم ياسمين بص هو فيه رؤية الشيخ حيث أقولك عليهم فضل يا حضرت أنا أحلمت قولي رأيته خيرا إن شاء الله رأيته خيرا أنا رأيت الشيخ إنه هو واحد أبيض في المنان وقال لي انت حامل يعني أنا كالإسمه الحمد لله يعني ما رأيتش ربنا بس رأيت ربنا بالوقت تمام قال لي انت حامل أبيض جاني أبيض أبيض ما عرفش بملك ولا رسول الله تمام تمام قال لي انت حامل ولد ولد مع كده قال لي بيني مع كده قال لي ولد تمام الحمد لله ربهم ستأله فتى الله يبرك لك وأن يزقني رب الزرية الصالحة وأن يحبير بناك وردك إن شاء الله هم ياسمين إن شاء الله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير يوم ياسمين ربما كانت هذه البنت سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة وهذا الولد الذكر ربما كان شقيا فسأل الله عز وجل أن يرزقك الزرية الصالحة وأن يجعل أولادك من الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأكثر من الاستغفار وأكثر من الصلاة على النبي وأخرج الصدقة على الفقراء والأرامل واليتامة والمساكين من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بنية أن يرزقك الله الولد والولد يطلق على الذكر والأنثى وأن يعطيك ما تتمني إنه ولي ذلك والقادر عليه معنا الأستاذ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ إبراهيم والله سؤال طيب يا أخي الحبيب إياك أن تكون ممن يؤذي المسلمين إياك ممن تكون ممن يؤذي غير المسلمين في طعامهم وشرابهم أو يلوث حتى الهواء النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يشتكي أذية جارة أذية جارة فقال له اصبر فعاوده قال له النبي اصبر فعاوده فلما جاء في الثالثة قال لهذا الجار أخرج متاعك للطريق أخرج متاعك للطريق فكلما مر الناس عليه يا رجل تركت البيت وأخرجت المتاع وأساث البيت على الطريق فيخبرهم الخبر فيلعنون هذا الجار يلعنون هذا الجار فلما وصلته اللعنات ذهب إلى هذا الرجل قال عد إلى بيتك والله لا يصلك مني ما يؤذيك أبدا والله لنؤذيك بعد اليوم فأبى هذا الجار أن يعود هذا الجار المظلوم رفض العودة فذهب هذا الرجل الظالم المؤذي إلى رسول الله وقال يا رسول الله مرجاري فلان أن يعود بأثاثه ومتاعه إلى بيته والله لا يصله مني أذهب بعد اليوم قال له لما؟ قال لأن الناس يلعنونني قال إن الله من فوق سبع سماوات لعنك قبل أن يلعنك الناس المبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية والسموم التي ترشها على الفواكه وترشها في أكلات المسلمين وفي غير المسلمين يلعنك المرضى وربي لأنك تسببت في فشل كلوي تسببت في أورام سرطانية تسببت في أورام خبيثة أهلكت بدنا كان يعبد ربه أهلكت بدنا كان ينفق على أهله أهلكت بدنا وجعلته يفارق الحياة وترك أولاده أيتاما وترك زوجته أرملة وأنت السبب اتق الله فيما بين يديك واعلم أن كل جسم نبت من سحط فالنار أولى به وكان هناك رجل كان الرجل ده يستأجر مساحات شاسعة من الأراضي وكان يهر من البطيخ والطماطم وسبحان الله في يوم من الأيام وضع حبة الهرمون في الدرج ونسي أن يخرجها وخرج إلى حقله فإذا بولده الصغير في سن الخامسة من عمره دخل وظن أنها نوع من أنواع الحلوة ظن أنها نوعا من أنواع الحلوة فأكلها انتفخت دماغه وأصيب بانفجار فيها وبنزيف حاد عاد يحث التراب على رأسه يا الله الكأس الذي سقيت الناس منه ستسقى منه لأن العاقل يقول والحبيب يقول كما تدين تدان فكن عاقلا في أفعالك أخي الحبيب معنا اتصال معنا محمد السلام عليكم ورحمة الله يا أم محمد ربنا استرك فضالي طيب حاضر أجيبك يا أم محمد هو خلاص سجل البيت باسمها أيوة احنا مكدلوا يسمعوا شريكة مطلقة معها يعني يعني عاينين فاحنا سبنا لها بقى الشقة قلنا يعني عشو محدش من الجيان يتكلم معها والعاجة فلغتمنا الشقة بسمها حاضر يا أم محمد ويالنفروض يشقة دي يعني حاناتي كتتبها للجوز حاضر قبل ما نتجاوز يعني أي سؤال تاني يا أم محمد أي سؤال تاني أي سؤال تاني شكرا فضلت فضلت سبحان الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني أخوك تصدق عليك بهذه الشقة والأخ الآخر يحتاج الآن وهو ظروفه صعبة جدا ويعاني من الفقر ويعاني من الإجارات المرتفعة وطبعا بدفع عدد ميا وكهربا فأقول لك يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان رد الجميل يعني على الأقل يمكث هذا الأخ معك في الشقة فإن تسبب في أذية منه أو من زوجته بكل أدب وبكل احترام قل له إيه أخرج كما كنت أما إن أحسن إليك أمرنا الله فقال وقول للناس حسنة وتلك الأيام نداولها بين الناس أنت كنت في مثل موقفه هذا من قبل ومن عليك هذا الأخ الفاضل بهذه الشقة فوسعي حتى يوسع الله عليك إن شاء الله في الدنيا والآخرة واتق الله في إخوتك لأنك ستقفين أمام الله عز وجل ويسألك عن صلة الرحم الذي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه وحتى تحفظين نفسك من القيل والقال بدل من أنت جاعد في شقة منفردة سيكون معك أخوك رجل البيت ينفق عليك يخرج لشراء بعض الطلبات فتكون إن شاء الله مصونة في الدنيا وتكون محفوظة في الآخرة إن شاء الله معنا اتصال أم وليدة السلام عليكم ورحمة الله معناكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن حبيبك عرف حكم الجارة التي تسرق بارتها حاضر أجيبك إن شاء الله أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني أم وليد لا شكرا لحالة حاضر حاضر سبحان الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السرقة يسأل الصحابة فيقول له الصحابة حرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي حرام حرمها الله إلى قيام الساعة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلحا فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أدعوك أولا يا من تستمعين وتشاهدين هذه الحلقة المباركة للتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولكن إياك وصرقة الجار لما؟ ده أن الذنب إذا ارتكب مع رجل عادي ذنب عليه عقوبة وإذا ارتكب هذا الذنب مع جار لك عقوبته عقوبته مشددة كما أخبر النبي الصحب الكرام صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وطالما أننا ذكرنا الجار نذكر الإمام أحمد بن حنبل هذا الذي كان عنده جار سكير عربيد كان إذا قام الإمام أحمد بن حنبل لقيام الليل أو لتلاوة القرآن قام هذا الجار السكير العربيد يغني ويدق على الباب ويفعل أفعال لا ترضي الله ولا يرضى عنها رسول الله وفي يوم من الأيام غاب الصوت وانقطع ما كان يفعل هذا الجار السيء فلما سأل عنه قالوا أخذه العسس الشرطة خدته فذهب إلى الأمير وإذا به يذهب إليه ويقول أيها الأمير فلما رأاه الأمير قال الإمام أحمد بن حنبل مرحبا بك والله لا تجلس في مكاني اجلس في مكاني يا إمام فلما جلس في مكاني قال أمرني قال جئت أشفع في جاري فلان أخذه العسس منذ يومين قال إكراما لمجيئك أطلقنا ما أخذته الشرطة في هذه الليلة إكراما لمجيئك يا إمام فلما رأاه قال له الإمام أحمد سامحني قال له لما قال قصرنا معك قال أنت قصرت معي والله لن أشرب الخمر ولن أوذيك بعد اليوم فاتق الله في جارك واعلم تمام العلم أن أذية الجار أشد حتى من أذية المسلمين ولا تكن مؤذيا لأن المؤذي هذا لا يدخل الجنة ولا ولا يسير على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لسان لا يذكر ومن جسد على البلاء لا يصبر اللهم هيئ لمصر من أمرها ورشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فأعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء وسيئ الأسقام أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم عجل بنصر جندك في البر والبحر وعجل بقهر عدوك في البر والبحر دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصوت في الأمور والاعتدال اشتركوا في القناة